نحن نؤمن بالإسلام عقيدة ونؤمن بالإسلام شريعة شريعة كاملة شريعة عادلة شريعة تعطي كل ذي حق حقا لا تظلم فردا من أدل فرد لا تظلم امرأة من أدل رجل ولا شاب من أدل شيخ ولا طبق من أدل طبق ولا دنسا من أدل دنس الله هو رب الجميع ولذلك يستحيل أن يظلم واحدا منهم أو دنسا منهم لأنهم إليه سواء ولذلك عدالة الله في هذا الدين عدالة متينة ركينة تماما نحن نؤمن بالعدالة الإسلامية وندعو العالم إلى هذه العدالة كل ما ندعو إليه العالم من حولنا ندعوهم إلى العدل الإسلامي الله سبحانه وتعالى حينما يطلب منا ثلاثة أشياء يكون أحدها العدل كما يقول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة حينما يطلب منا شيئين يكون أحدهما العدل إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل حينما يطلب منا شيئا واحدا يكون هو العدل كما قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط كل الرسالات السماء أنزل الله هذه الرسالات وآت الرسل البينات والمعدزات وطلب منهم بعد أن أعطاهم الكتاب والميزان كتاب النصوص الإلهية والميزان بالعقول العقول التي تحكم هذه النصوص وتفهمها حينما آت الله الكتاب والميزان للأنبياء أمرهم أن يقيموا القسط ليقوم الناس بالقسط حتى ليس الأنبياء اللي يقوم الناس تقوم بالقسط يعلموا الأنبياء الناس ليقوموا بالقسط بالعدل الله يريد العدل في عباده حتى قال العلماء لو أن كافرا أقام العدل الله تعالى ينصره ولو أن مسلما أقام الظلم وترك العدل ربنا يقصب به الأرض ويذله العدل هو المطلوب الله تبارك وتعالى نحن ندعو الناس إلى عدل الإسلام عدل الإسلام عدل لا يعرف غنيا من فقير ولا قوي هو عدل للجميع بل يقف مع الضعيف أكثر من وقوفه مع القوي ويقف مع الفقير أكثر من وقوفه مع الغني هكذا الإسلام نزلت تسع آيات في سورة النساء تنصف يهوديا اتهمه بعض ضعفاء المسلمين ظلما بإنه سرق والسرق كان من ضعفاء المسلمين حاول الرسول أن يتهم هذا اليهودي فنزلت الآيات تقول النبع عليه الصلاة والسلام إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة واستغفر الله إن الله كان أكثر رحيمة ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يدعون المسلمين أن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إلى آخر الآيات هذا هو الإسلام نحن ندعو إلى عدل الله كل ما ندعو إليه المسلمين ندعو إلى العدالة الإلهية التي تقيم القصر وتعطي كل ذي حق حق هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدون نحن دعاة العدالة ودعاة الأمانة والله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل